اهلا بكم مشاهدي قناة اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا افريقية وابرز المستجدات اليوم الامم المتحدة تحذر من خطورة غياب الحل السياسي في ظل تدهور الوضع الانساني والاقتصادي في السودان ورئيس البعثة الاممية فولكر بيرتس يشير لفشل محاولات التوصل الى توافق بين القوى السياسية والجيش سودانيا ايضا مصادر تتحدث عن بروز خلافات شديدة بصفوف قوى الشارع السوداني بعد اجتماعات عقدتها تلك القوى مؤخرا لتوحيد الكيانات الثورية ولجان المقاومة والمصادر تشير الان القوى الثورية انشقت على نفسها نتيجة خلافات برزت خلال الاجتماعات الرئيس الامريكي جو بايدن يقول ان الوضع في شمال يوتيوبيا يهدد الامن والاستقرار ليس في ادي سباب فقط وانما في القرن الافريقي كله وواشنطن تعتز مرسل مبعوث خاص لها الى تيوبيا خلال الاسبوع في اطار مساعيها لانهاء القتال باقليم تيجري وزارة الفلاحة المغربية تطلق مناقصة لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في الاقاليم الصحراوية بهدف تحويل 52 كم مربعا من الاراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة الى مزارع الفاكهة والخضروات تصاعد التوتر في ليبيا بين فصاء الى تابعة للنظام التركي وقوات داعمة لحقوبة فتح باشاغا قرب العاصمة طارابلس بالتزامن مع عمليات عسكرية للجيش الوطني ضد تنظيم داعش الارهابي جنوبية البلد اهلا بكم مشاهدين نبدأ حلقة الليلة من السودان تراكم الازمات في هذا البلد زاء من سوء الاوضاع هناك بشكل عام وجعل المعضل اكثر تعقيدا وسط تفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تستند الواحدة فيها على انقاض الاخرى دون توصل الى حل لأي منها فمع احتدام الازمة السياسية والسجال الحاد بشأن الحكم طفت على سطح الصراعات القبلية التي تحولت لاقتدال داما في بعض المناطق من دارفور والنيل الازرق وغيرها فيما طرأت مشكلة الفيضانات التي اجتاحت البلاد وتسببت بكارثة انسانية جراء ما خلفته من دمار لألاف المنازل والمحاصيل في وقتا يزداد الواقع الاقتصادي المتردي اصلا سوءا وسط تمسك الجيش بالسلطة وعدم اتاحة المجال ماما المدنيين لصدارة المشهد السياسي متجاهلا تهديداته السابقة معقد الاوضاع في السودان وجعلها في معزق كبير يحتاج لخطوات جادة وايضا فاعلة لتخفيف وطأة ذلك على وقع الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها السودان وسط خلافات المكونين المدني والعسكري دقت الامم المتحدة ناقوس الخطر في هذا البلد بعثة الامم المتحدة الى السودان حضرت من خطورة غياب الحل السياسي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والانساني في البلاد وبحسب رئيس البعثة فولكر بيرتس فان كل المحاولات فشلت في التوصل الى توافق بين القوى السياسية والجيش فولكر بيرتس حثى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبقية القادة العسكريين على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على ارض الواقع كما شجع الاطراف السياسية على توافق لاجاد مخرج من المأزق الحالي كما عبر المبعوث الاممي عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الازرق وطلب السلطات بالتعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تدعمها الامم المتحدة هذا ويعيش السودان منذ انقلاب الجيش في تشرين الاول اكتوبر الماضي ازمة سياسية حدة واخلافات بين المكونين المدني والعسكري على خلفية استيلام الحكم وتشكيل الحكومة يشار الى ان الاجتماع الرسمي الذي كان مقررا بين قادة الجيش السوداني وقيادات قوى الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة قد تم تأجيره لاجل غير مسمى الامر الذي اثار مخاوف على مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد من المانيا هانوفر ورحب بضيف الله أبو القاسم عبدالله من العلاقات الخارجية والاتصال بحركة العدل المساواة السودانية الجديدة مساء الخير واهلا بك معنا الى شاشة اليوم ومن العاصمة السودانية الخرطوم ورحب الأستاذ عبدالله محمد عبدالرحيم الصحفي والمحلل السياسي اهلا ايضا بك استاذ عبدالله لو ابدأ معك الحديث بداية يعني دلالات التوقيت بالنسبة لتحضيرات الأمم المتحدة من خطورة غياب الحل السياسي في السودان والعكاس هذه الخطورة على أغلب الأوضاع الانسانية والاقتصادية والأمنية وغيرها سوريا وأنتم تطرقون هذا الموضوع المهم جدا والهام وتوقيتاته حقيقة يعني يعيش السودان الآن يعني مرحلة صعبة جدا واسربياته أنها جاءت يعني نتاج للتشاكسات السياسية بين الفرقات إن كانوا عسفريين أو مدنيين هذه التشاكسات يعني خلفت آثار صعبة جدا على المواطن وعلى حياته اليومية ولا زال المواطن يبقى عن مصره حقيقة يعني القتامة التي يعني أبقى بظلالها على المسهد السياسي جراها للتشاكس لا زال يعني يدق أسفين الفرقة بين جميع القوى السياسية إن كانت مدنية أو عسكرية رغم خروج المكوينة العسكرية عن الساحة السياسية وإعلانه ذلك ومسح المجال للمجموعات السياسية يعني بالنجوم إلى التوافق السياسي في إيجاب مخرجة للوضع السياسي المأزوم حقيقة أن كل في السودان يجب للمجم التقبل الديمغراطي ولكن يجب للمجموعات هذا هو الرسول أي في الرسول إلى هذا التقبل الديمغراطي هو الرسول العيونة التي يجب أمام الأرض قوى السحر من مئة حزب سياسي وحركة مسلحة قوى عسكرية قوى مدنية مجموعة التحول مدني مجموعة كلها جاءت عبر اتفاق جوب الشهير هناك أنا أعرض هذا الأمر لعدم ثقة الموجود أساساً ما بين هذه المكونات المختلفة والتي تشهم على الساحة السياسية الآن يعني ألقت بظلالها السالبة على المواطن المظلومة اليوم رغم خروج المكون العسكري عن الساحة السياسية إعلانه ذلك بناع على لكن يعني أستاذ عبدالله لا يزال حتى الآن هناك الكثير من الجدل حول هذه النقطة تحديداً نقطة الإعلان عن الخروج من الساحة أو المشهد السياسي من قبل الجيش وما يؤيد هذا الكلام دعوة فولكر بيرتس لتطبيق هذا الإعلان على أرض الواقع هل هناك أي تشكيك كيف تقرأ فعلاً خروج العسكر من المشهد السياسي الساحة السياسية نعم عبدالفتاح البرهان الطائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلن هذا وانسحب من العملية السياسية وكخطو عملية قام بحل المكون المجلس السيادة المكون المدني منه يعني اترك العسكريين فقط وهم هؤلاء يعني الآن هم خارج طاغ العملية السياسية القوى السياسية الآن محتفة بهذا الخروج ولكن كيفية التوافق فيما بينها هو العقبة الوحيدة الآن أمام الوصول لتحالف وطني أو وثاق سياسي سوداني يخيب بلازم أزمات هذه أرواحنا الآن هناك من يدفتت نعم نعم أستاذ دعني أتوجه إلى أستاذ أبو القاسم أستاذ عبدالله سأعود إليك هناك خلال في الصوت أستاذ أبو القاسم إن كنت تسمعوني تقييمك أنت لما يحدث اليوم غياب الحل السياسي في السودان رغم الإعلان من قبل العسكر أنه انسحب من المشهد وعدم التوافق بين القوى السياسية وعلى وجه التحديد لجن المقاومة والقوى الثورية ما خطورة كل ذلك عدم التوافق وأيضا غياب الحل على المشهد السوداني وثانيا إجابة على هذا السؤال صراحة قلوب كل السودانيين الحريسين على عدد السودان وأمل أن يروا في السودان خيرا تدمي حزنا على الحال الذي يمر به السودان الآن أما ما غولت إن العسكر قد خرج من المشهد السياسي لا يا أختي الكريمة يجب على الشعب السوداني أن يعرف حقيقة العسكر وما أدراك من العسكر العسكر لم يخرج من الواجهة السياسية السودانية بل العسكر قد أكد إقلابه حل المجلس السيادة من المدنيين ولكن اعتمد الحركات التي وقعت معه السلام لذلك كل من وقف على العسكر ودافع عن العسكر هو الآن في المشهد السياسي وقياد لأن لا يمكن أن تكون خرجت من المشهد السياسي وأنت ماسك بذمام الأمور كلها وتختلف مع شراكائك في الحكم جزء منهم تخرج من الحكم وجزء تبقيه في الحكم إذن ما هي الصفات التي يجلس بها أبناء الحركات المسلحة الآن في الحكم مع العسكر إذا هم خرجوا من العسكر لذلك في كل أمانة العسكر لا زال مستلم السلطة في السودان هذا الخرج عبارة عن كلمة حق أريد بها بعضهم العسكر مسيطر على السودان ومسيطر على الذين دعموه على الإنقلاق لذلك على أبناء السودان الحريصين على السودان وأبناء الثورة السودانية أن يلتبوا صفوفهم من جديد ويعودوا الكرة من جديد لكي يبقوا وينصر ثورتهم من جديد لأن الذين سروا الثورة السودانية وعطواها غيادات لهم هم الذين ضيروا الثورة بإنخراطهم وراء العسكر من غير أي رؤية تطرول الحل السوداني الكامل في السودان طيب كيف يعني توصف وتعلق على التحذيرات الأممية التي تصدر الآن من قبل فوركل بيرتس ودعوته للعسكر من أجل الانسحاب من المشهد العسكري ما دلالات هذه التحذيرات من خطورة الوضع اليوم في المشهد السوداني؟ نحن نقول لكم المتحدة بولتر إذا أردتم للسودان خيرا فاقرضوا أنتم هذا الشعب السوداني يحيي لأن فوركل نفضه وأضاعه على الشعب السوداني كثير لأن تدخل في شؤون لا يمكن الأمم المتحدة أن تدخل في سيادة التولى بهذه الطريقة المصبرة الطريقة المرة المعيبة على الشعب السوداني لذلك الشعب السوداني قادر أن يقين إذا كان أوقفت هذه الضغوطات من قبل القوى المتحدة لأن فولكر والقوى المتحدة يريدون للسودان حسب رؤية مهم يريدون العسكر يكون واقعي ويريدون أن يضبطوا على العسكر بمجلس الكرية التغيير الطعيفة التي ضيع الثورة السودانية طيب أستاذ عبدالله لو أعود إليك في هذه الجزئية إلى إما دفعنا السلطات السودانية هي من تتحمل ما حدث في السودان أم أن تدخل الخارج الدولي الأقليمي لربما ساهم في تراكم الأزمات بشكل عام وأيضا في بلوغ هذه الأزمة نقطة اللاعودة أو نقطة لا يمكن الوصول معها إلى أي حل يرضي السودانيين وتحديدا القوى السياسية أستاذ عبدالله هل تسمعوني؟ أستاذ عبدالله هل تسمعوني؟ نعم أسمعك أستاذ لا أعلم إن كنت قد سمعت السؤال هل سمعت السؤال؟ نعم تفضل تحذيرا سبحان الله يعني فولكر هذا غير مرضيا عنه من كل القوى السياسية إن كانت مدنية وعسكرية العسكرين أيضا غير راضين عنه وكذا هنا المدنيين لكن كنت تعلق اسمح لي على المقاطعة هنا العسكر حدثت هناك منوشات أو على الأقل تراشق كلامي بين البرهان وفولكر بيرتس يعني قبل أيام أو أشهر من الآن دعا فيها البرهان إلى خروج فولكر بيرتس أن يعود فولكر بيرتس ويثير هذه النقطة بضرورة خروج العسكر من المشهد السياسي أي دلالات لهذه التصريحات برأيك؟ لم تكن مرتبطة ببعضها الدعوات البرهان كان نتاج لتقريب فولكر الذي قدمه إلى الأمم المتحدة أما الراجل الآن تصريحات فولكر يعني جاءت داعمة لموطف البرهان الذي أكد فيه أن المكون العسكري خرج عن السلطة دعا أقول لك أستاذا أن إذا ما ترك الأمر للسلطينيين وحدهم وهذه فرضية أنا أقف معها تماما هناك الآن في الساحة أكثر من ثلاثة مبادرات سياسية الآن مبادرة الطيب الجيت والذي قيل فيها الكثير وهناك مبادرة أخرى لحزب الاتحاد الدموراطي وهناك مبادرة أخرى لحزب الأمة يعني وهناك محاولة لجمع كل هذه المبادرات وتوحيدها ودفعها للسحة السياسية للخروج من الأزمة السياسية التي هي الآن في الراهي قد جسمت على كل الواقع الآن القوى الحرية والتغيير تحديدا يعني يقال فيها الكثير وأنها قد فوتت على السودانيين من الوصول إلى محاولة وصول الاتفاق في وقت كان الوطن أشد فيه ما يكون يعني الآن هناك ودناتج عن تشرزوم الكبير جدا الذي دق في صفوفها يعني الآن الحركات المصلحة التي تحكم الآن مع المكوين العسكري هي جزء من قوى الفرية والتغيير يعني والذين يتحدثون في العسكري الآن هم أيضا جزء من قوى الفرية والتغيير كل هذه الصفوفة المختلفة هي التي تشكل الواقع السياسي الآن إذن أصل الأزمة أزمة ثقة موجودة الآن بين المكونات السياسية في السوحة السودانية الشباب وحده من يتجرى هذه الخلافات ووحده الآن هو من يقود الحراب في الشارع السياسي بعيدا عن القوى السياسية المختلفة نافرا لكل السياسيين ونافرا لكل القيادات السياسية هؤلاء هم ضيعوا فرصة كبيرة جدا للوطن أن يصل لوفاق وطني أو إلى تحول ديمقراطي مشهود أو كما تدعو إليه الآلية الأفريقية أو الآلية السياسية التي يطف على أساتها وهنا يكمل لب المشكلة السودانية أستاذ عبدالله أن كنت تسمعوني هنا يكمل لب هذه المشكلة وعدم التوافق في الرؤى بين ما يتطلع إليه الشعب السوداني وبين ما تريده الجهات والقوى السياسية وأيضا العسكرية في السودان وهو ما نتحدث ونريد أن نركز عليه في الحديث الأزمات تفاقمت بعدما كانت رؤية الشعب السوداني هي الثورة السودانية وأيضا حكم مدني ديمقراطي هناك أزمة إنسانية أزمة اقتصادية وأيضا عنف قبل متصاعد يوم بعد آخر نعم كل هذه الآزمات أخت العزيزة ناتجة عن الخلافات التي وقعت ما بين هذه القوى السياسية والتي لم تصل إلى وفاق سياسي حقيقي يقود البلد إلى تحول ديمقراطي مشروط كما جاءت على إثنة الثورة والتي هب لها كل جمعة الشعب السوداني القتال القبلي والصراعات النادية الآن في العديد جدا من أرجاء الوطن العزيز كلها نتاجة لبؤر خلافات سياسية يعني تحرك من قبل السياسيين كلها نادية ليفتنا أريد بها يعني إيصال هذه الأزمة إلى متواها الأخير وهو أن لا يكون هناك وهي تهدف إلى أن لا يكون سودانا ولكن العقلاء من أبناء السودان الآن يعني قد تراعوا لهذه الهوة الكبيرة التي ماضية في الحصول في هذا الوطن العزيز فقمدت هذه الطراعات النادية أخيرا وقمدت تماهل السيدار كور ولكن تكفيص الوصول إلى حد سياسي هو المربض الذي يسعى إليه الكل يعني هو السودان طيب أستاذ أبو القاسم لو أعود إليك يعني على ما يبدو تداعيات الأزمة اليوم وغياب الحل تنعكس بشكل كبير على جميع ومختلف نواحي الحياة السودانية من برأيك يقف وراء تراكم هذه الأزمات بشكل هارمي منذ عملية الانقلاب الحاصلة تحديدا حتى الآن هل هو عدم التوافق بين القوى المدنية أم تحكم العسكر بالسلطة ممارسة العنف وما إلى ذلك؟ أنا أعتقد كل المدنية الحالية الثورة المريكة فيها هو ما يسمى جزاما بالبرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا لأن هؤلاء الذين يعني اتولوا على السلطة السودانية والثورة السودانية من غير وجه حق أصبحوا هم الأزمة الحقيقية عند نظر الشعب السوداني لأن هدفهم الأساسي كان التهاتف على الكراسي والمصالح لذلك أدخل الشعب السوداني في هذا المكان بعد ما كان العسكر الجيش السوداني في هوان وضعف أمام الشعب السوداني بضعف قيادات الحرية والتغيير والحركات المسلحة التي وقعت سلام جوبا المشاركة بالحكم ما الآن أعادت القوة للجيش السوداني والهيبة من جديد لكي يهيمن الجيش السوداني على كل شيء في السودان لذلك نحن نقول لا الحرية والتغيير ولا الحركات التي وقعت سلام جوبا كلهم هؤلاء أصحاب مصالح لا يمثلون السورة بل كانوا يمثلون التهاتف على السلطة وضيعوا على شعب السوداني أنبل وأشرف السورة مرت على تاريخه لذلك الحساب سيكون ولد عليهم جميعا يجب على هؤلاء كلهم أن يكونوا خارج المشاركة السوداني وتعود كلمة تسقط بس من جديد التي وحدت الشعب السوداني ووحدت الثورة السودانية وفتحت أمل كبير للشعب السوداني ضيعوا هؤلاء المتعاقين على السلطة عندما كانوا في السلطة كانوا ضيعوا الشعب السوداني وعندما خرج الجزء منهم من الشرطة الآن أصبح تهادون للشعب السوداني كأنهم الأمل كلهم يجب أن يسهموا إلى مزمرة التاريخ ويدخلوا مع ضيادات المتعاقين على الشعب السوداني أن يحق سورته من جديد ويقود مضاله من جديد لكي يخرج بسودان من هذه الأزمة المرة لذلك نحن في حركة العقل والمساوات سودانية الجديدة دوما نزعه من أجل السودان الواحد الذي يجب أن تعاد له كرامته وعزته ويكون كل سودان يفخير به وبرأيك يكون ذلك يعني بالعودة إلى الشارع والتظاهر أستاذ أول قاسم برأيك ذلك سيكون من خلال العودة إلى التظاهر وإلى الشوارع السودانية وليس عن طريق مبادرات حل سياسية سواء مع العسكرة وبين القوى المدنية والقوى السياسية اليوم في سودان والله نحن في الوقت فما نضطر في الأعاد نحن كل الطروب تؤدي إلى حل الأزمة السودانية إن كانت المظاهرات ولا كانت المبادرات ولا توحيد المهم يجب أن تكون هناك طريقة لكي نخرج من هذا النفق المظلم لكي يعلم السودان السلام والأمن والاستقرار أستاذ عبد الرحيم تعقبك الأخير في نهاية النقاش هل يمكن اعتبار كل هذه التطورات وأيضا غياب الحل والتحضيرات الأممية لربما تمهيد بأن الأزمة اليوم السودانية خرجت على السيطرة وتحتاج فعلا لتدخل أممي أو إقليمي على الأقل أستاذ عبد الرحيم دعني أولا أهد بالأقل باختصان الأقل ممثل العدل والمساوى السودانية أن نعم أتفق معك في الظلم الذي حاق بالمواطن أتفق معك في الظلم الذي وقع على المواطن السوداني كل الحقبة التي مرت ولكن داوما التظاهر لن يحل مشكلة الحل دائما يقوم في الحوار والتفاوض اللغة الإقصاء هذه هي التي أودت بذهاب حكم المؤتمر الوطني الذي حكم ثلاثون عاما لم يذهب المؤتمر الوطني لظلمه ولم يذهب المؤتمر الوطني وإنما ذهب لإقصائه قوى كبيرة جدا من الشعب السوداني عن طيلة فترة حكمه لذلك أي إقصاء قادم في الفترة القادمة أو جاء به في الفترة القادمة لن يولد إلا الغبن والضغين على النظام الحاكم القادم لذلك لا بد من الحوار ولا بد من التفاوض ولا بد من الجلوس إلى تفاوض في مائد التفاوض وحوار سوداني سوداني خالص وصولا لحق سوداني يرضي الجميع وبغير هذا لن يكون هناك وفاقا ولن يكون هناك سلاما وستكون دوامة العزلة السياسية المفروضة على الوطن هذه ستكون مستمضة ما لم يكون هناك تداعي وتوافق وطني سوداني سحفي بعيدا على الإطلاع لأي جهرة وأن الناس مرارات الماضي لن نمضي كدما إلى الإمام دون أن نتحسى مرارات الماضي وضحات الفكرة أستاذ عبد الله محمد عبد الرحيم ضيفي من الخرطوم السحفي والمحلل السياسي جزيلا شكر على انضمامك إلينا للنقاش وإضا نتوجه بجزيلا شكر إلى ضيفي من ألمانيا هانوفر ضيفي الله أبو القاسم عبد الله من العلاقات الخارجية والاتصال بحركة العدل والمساوة السودانية الجديدة شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح مشاهدين نفتح قضية أخرى لكن بعد الفاصل لا يزال الوضع الأمني يشكل عقدة الأزمة الليبية ولعلها أيضا تشكل مفتاح الحل لما لها من العكاسة ويدانية أو تداعيات سياسية خاصة مع مساعي بعض الدول الفاعلة في الملف الليبي لتدخل أكثر في شؤون البلاد من خلال تقديم الدعم لبعض التشكيلات العسكرية التي تخدم أجندتها ومصالحها في البلاد وفي مشهد يعكس الوضع الليبي الميداني المتشاعب يتصاعد الاحتقان مجددا بين فصائل عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميدة لدبيبة وأخرى تابعة للحكومة المنتخبة من قبل البرلمان برئاسة فتح بشاغة بعد محاولة للأخيرة بدخول العاصمة لمباشرة بهامها من هناك محاولة قطع الطريق كل طرف على حساب طرف الآخر بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض وتغيير خارطة السيطرة لا تتوقف فيما يقابلها محاولات ومساع خجولة للتهدئة عن المستوى السياسي لقطع الطريق أمام العنف والرصاص علاوة على تحرك أوروبي على المسار السياسي مجددا بعد تولي سينيالي عبدالبث لمهمة رئيس البعثة الأممية للليبيا بهدف الضغط على الساس الليبيين للعودة إلى المسار السياسي لإيجاد أحل للأزمة الليبية وأخراجها من دوامة العنف منطقة وشفانة مجددا ساحة للتلويح بالحرب من قبل تشكيلات مسلحة متحالفة مع حكومة الدبيبة في محاولة للقضاء على القوات التابعة لباشاغة والمتمركزة على طوق طرابلس الغربي بضواحي المدينة تصعيد قد يفتك بالمواطنين الذين باتوا على شفى النزوح في كل مرة تزداد فيها حدة الصراع وسط مطالبات المنظمات الحقوقية بتجنيب المدنيين ويلات الحروب نحن نرى أن المشهد في زياد التعقيد وأن المواطنين الليبيين في ذلك الأقليم يعانون من التهديد المستمر وأن حياتهم أصبحت في خطر ولا يوجد مراكزي ولا يوجد حتى إدارة لهذه الأزمة للأسف شديد الحكومة الليبية الوطنية المتمثلة في حكومة بيبة تعمل خارج هذا الإطار وتسعى لأمور أخرى لا تسعى إلى حياة المدنيين بل تؤمر المجموعات المسلحة بالهجوم على المقارات ومساكن والمقتضة بالسكان كماطقة المعمورة والزهرة اللي هنا يقع في الباب الغربي من العاصمة طرابلس في ليبيا أيضا ولكن في أقاص الجنوب حيث تنتشر وحدات الجيش الوطني بمناطق شاسعة من الصحراء الغربية وضمن استراتيجيتها في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وعصابات التهريب تمكنت فرقة القوات الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز من القضاء على أحد أخطر قيادات داعش والعقل المدبر لمذبحة الأقباط بسرط المهدي دنجو بعد كمين محكم نصبته وحدات الجيش في مدينة القطرون قوة عمليات الجنوب تهمت تسلل أو دخول للمدعو المهدي دنجو الذي كان وراء كثير من الجرائم والعمليات الارهابية عرف بأنه مخطط داهية في الجرام وكم من العمليات اللي راح ضحاياها برياء كان وراءها هذا المدعو دنجو اللي ولد في سنة 84 وهو من سكان درنا وأسس أكثر من مجموعة متطرفة أزمات ليبيا السياسية وصراعاتها المحتدمة تأبى حتى الهدوء النسبي وبات حلم الانتخابات يتلاشى في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين أطراف النزاع بعد لجوئها للعنف كخيار بديل عن لغة الحوار والتفاهمات هكذا هو المشهد في ليبيا مع كل مرة تعود فيه الأطراف إلى مربع الانقسام تنشط التنظيمات الارهابية وتعود للظهور مجددا وتسعى كما هو حال عديد التشكيلات المسلحة في طرابلس إلى استغلال فجوة الخلاف بتحقيق مصالح ضيقة وفرض نفوذ على مناطق جديدة من شأنها أن تغير خارطة التحالفات القادمة أحمد بن عشور اليوم بنغازي للنقاش والمتابع ينضم إلي من القاهرة الأستاذ حسين مفتاح نائب رئيس تحرير موقع بوابة إفريقيا الإخبارية مساء الخير وأهلا بك معنا ومن ألمانيا دورس الدورف أرحب بصلاح أنقاب كاتب صحفي مساء الخير أستاذ صلاح وأهلا بك معنا للنقاش لو أبدأ أستاذ حسين معك الحديث بداية كيف يفسر التصعيد الميداني بين الحين والآخر تحديدا قرب طرابلس أستاذ حسين هل تسمعني أستاذ حسين هل أنت معنا أستاذ صلاح لو أنتقل إليك حين يجز ضيفي الأستاذ حسين مفتاح بداية أنت برأيك لماذا كل هذا التصعيد الميداني بين الفهينة والأخرى بين التشكيلات العسكرية يعني بعيدا عن ما تريده حكومة باشاغا وحكومة ألدبيبا هل هناك أي خلفيات أخرى لعودة الصراع وتأجيجه قرب طرابلس أهلا بكم في البداية يجب أن نقوم بتشخيص الصراع اللي بتشخيص حقيقي هو ليس صراع سياسي لأن لا يوجد تيارات سياسية تتصارع بأجندات أو بمشاريع يمكن حيث عنها أنها تمتلك مشروع سياسي أو رؤية تنموية أو رؤية خطاب سياسي لتيار يمكن أن نفسره إن هو صراع سياسي الحاصف الأمر هو صراع حول إدارة إدارة الإرادات للموارد الطبيعية المشكلة في ليبيا اقتصادية وليست سياسية المسئلة هي أن من يريد السيطرة على إدارة الاقتصاد الليبي الاقتصاد الريعي الليبي يتمكن من الحصول على أكبر نصيب من هذا الريع وبناء عليها الميليشيات في ليبيا لا تتصارع صراع سياسي بل هي تتصارع على تقديم الولاءات للمسيطرين على هذا الريع فالمسألة في ليبيا مسألة اقتصادية بجدارة وهنا بيت القصيد فالميليشيات التي تلديها كلها تمتلك الشرعية وتتبع حكومات المختلفة في ليبيا سواء شرق أو غرب أو الحكومتين مجددين في طرابلس كلها تمتلك الشرعية وكلها تتصارع مع بعضها البعض حوث أماكن نفوذ في العاصمة باعتبارنا العاصمة هي مركز إدارة رأس المال وإدارة الاقتصاد الريعي في ليبيا فهذا هو بيت القصيد وهذا الصراع سوف يبقى دائما ما لم يتم معالجة المشكلة من أساسها فالانتخابات ليست حل وأيضا إنشاء دستور في دولة لوجد فيها دائرة موازية للاقتصاد موازي يشارك فيها الناس بعد يبارهم هم من يصنعون الخيارات السياسية عبر كونهم مرجعية شكل الدولة والسوق يرجع للمواطن ليس إلى الدولة التي تابهبات المواطنين لأية مرتبات هذه هي المشكلة الحقيقة في ليبيا فهذه المشكلة سوف تستمر إلى الأبد مدام اللقب الموضوع والصراع على المال العام لن ينتهي ويستمر اقتصاد ريعي مسيطرة على شكل اقتصاد المحلي الليبي طيب حسين مفتاح أهلا بك معنا مجددا برأيك أنت عما ينم الاحتقان الحالي بين التشكيلات العسكرية وهل تؤيد فكرة أستاذ صلاح بأنها فعلا هو صراع بين هذه التشكيلات لكن خدمة لأجندات والدول التي لها مصلحة في الاقتصاد الليبي والسطوة وإذن توسيع خارطة النفوذ مساء الخير أهلا نسلم بكو بالديوف الكرام أهلا نسلم بالمشاهدين هل تستمعوني لي الآن؟ نعم تفضل في ليبيا للأسف أصبح البحث عن أسباب أي اشتباكات أو أي تحركات ميدانية هو إجراء عبثي البحث الآن أصبح بشكل عكسي عن أدوات إنهاء هذا الصراع أسباب من بينها بالتأكيد أسباب اقتصادية لا يمكن أن نتجاوز السبب الاقتصادي أو الذرايع الانتفاع المباشر لهذه المجموعات المسلحة التي تحولت إلى مجموعات أقرب ما يكون إلى المرتزقة ولكن أعتقد أن المصار الأساسي الذي يمثل قاطرة الأزمة في ليبيا هو المصار الأمني حالة الانفلات الأمني غياب الأجهزة الضبطية سواء كانت مؤسسة عسكرية حقيقية أو وزارة داخلية تضم مؤسسة الشرطة بشكل رسمي هذا غائب بنسبة كبيرة جدا هذا جانب الجانب الآخر وجود السلاح المنفلت خارج ثقنات خارج مخازن المعسكرات وفي أيدي مجموعات غير منضبطة أعتقد أنه سبب البلاء الأساسي في ليبيا بالتأكيد أن وجود هذه الحالة لم يكن لأسباب داخلية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وإن كانت تؤثر جميعها في الوضع في ليبيا أعتقد أن انهيار الدولة بسبب التدخل الخارجي في سنة 2011 وتدمير البنية التحتية ليس فقط العسكرية ومراكز الأمن والشرطة بل أيضاً حتى البنية التحتية للبلد بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية التي أشار إليها ضيفكم قبل قليل فجعل البلد هج وحتى الحكومات التي جاءت محاولة الإصلاح سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الوفاق التي سبقتها أو بقية الحكومات التي تتالت على طرابلس كل هذه الحكومات تأتي وتبقى دائماً تحت نير المجموعات المسلحة لا يمكن لعد الحميدة بيب الآن الذي يترأس الحكومة في طرابلس أن يصدر أي قرار مصيري أو سيادي ما لم يكن مرضي عنه من أمراء الحرب الموجودين في طرابلس هناك حالة زواج غير شرعي بين رأس السلطة وأمراء المجموعات المسلحة حتى من يدعون أنهم تحت لواء وزارة الداخلية التي ترأس عبد الحميد البيبة أو تحت لواء وزارة الداخلية التابعة لحكومة عبد الحميد البيبة فهم في الحقيقة لا يمتثلون لعبد الحميد البيبة هذه أعتقد أس المشكلة في ليبيا إذا ما تم معالجة المشكلة الأمني فإن المشكلة الاقتصادي يمكن معالجة المشكلة السياسية يحتاج شيء من الجهد يحتاج مصالحة يحتاج توطئة لتقارب نهاية النظر بين الأطراف المختلفة ولكن ليس هو المشكلة المستعصية المشكلة المستعصية الآن جمع السلاح حل الميليشيات أخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ومن ثم عمل في أي مصار من المصارات الأخرى سيكون شيء من العبد طيب السلاح لو أعود إليك في هذه الجزئية يعني اليوم الواقع الليبي وجود تشكيلات عسكرية ومرتزقة تابعة يعني أو تؤيد وتساهم في الحفاظ على الأجسام السياسية سواء في الشرق وأيضا في الغرب لا أحد يمكن إنكاره لكن يعني لو نظرنا إلى المشهد الليبي هناك أيضا الجنوب الليبي عمليات للجيش الوطني تتم متزامنة مع أغلب حالات الاحتقان والصراع قرب طرابلوس كيف تقرؤون هذه العمليات وكيف تفسرونها هل يمكن القول اليوم بأن الجيش الوطني للأمم طرف ميداني ولكنه طرف يعني يقاتل لوحده له مكاسب خاصة تحديدا في الجنوب الليبي وهي المعضلة الأساسية هل نحن نتحدث عن مؤسسة جيش حقيقية أم عن تنظيم ميليشياوي أيضا غير محكوم بإدارة الحكومة التي وظيفتها احتكار العنف في كل بلاد لدينا تنظيم مسلح يسمي نفسها الجيش الليبي يوجد في الجنوب وفي الشرق لا يستطيع أن يسيطر على كامل البلاد وهذه المعضلة الرئيسية في ليبيا أن حتى من يستطيع أن يضم تنظيم مسلح يستطيع أن يفرض تصصة على جزء كبير من البلاد لا يستطيع أن يمتلك التعليف الرئيسي لمفهوم الجيش النظامي أنه يحتكر استخدام العنف في عموم الدولة وهذه المعضلة الرئيسية من معضلة التنمية في ليبيا أن استخدام العنف ليس في يد المؤسسة واحدة هو في يد ميليشيات تسترزق على المال العام وهذا هو بيت القصيد الذي أكرره وأقوله أن هذا الجيش لن يكون جيشاً حقياً ما لم يستطع فرض سلطته واحتكار العنف في كامل ليبيا وباعتبار أن ليبيا دولة نفطية ودولة ريعية ونظامها مركزي فأن السيطرة على طرابلس هو بيت القصيد أنه يسيطر على البنك المركزي على دارة الأمور في طرابلس هو الذي يستطيع الإبقاء أو الغاحات وفوضى المولادة في ليبيا أعذرني على المقاطعة هنا إن كانت السيطرة على طرابلس هي مربطة الفرس نظراً لأهمية طرابلس الاقتصادية وأيضاً السياسية ما الذي يمنع الجيش الوطني من الاقتراب أو الدخول أو ممارسة يعني السلطة بغض النظر ما هي تشكيلة الجيش ولمن تتبع واعتبارها أيضاً فقط تشكيلات عسكرية تهدف إلى تحقيق غايات معينة لماذا لا يتجه الجيش الوطني إلى طرابلس حاول جيش التواجه إلى طرابلس في الألفين قبل سنوات وتورط الطرابلس في حرب عصابات بين ميليشيات اتحلت كلها ضد هذا التنظيم المسلح أو الجيش الليبي باعتبارها أنها سوف تفقد امتيازاتها وامتيازات الترزاق من المال العام الحل الحل لا يكون إلا بإفقار الحكومة بمعنى أن إرادات النفط يجب أن تفصل عن ميزانية الحكومة حينها الميليشيات لن تجد مصدراً للإسترزاق وزنفتغتها في الميليشيات الموضوع اقتصادي بجدالة سأعود إليك أستاذ حسين مفتاح لو أتسأل معك أيضاً في ذل يعني هذا الصراع الميداني الموجود والاحتقان في الداخل الليبي هل يمكن اعتبار الجيش الليبي برأيك يحاول أيضاً كسب معركة ميدانية في الجنوب الليبي لحين يعني أن يلوح في الأفق أي حلول سياسية من قبل هذه الأطراف الموجودة اليوم والفاعلة في الملف الليبي التحديات الموجودة في ليبيا وعندما نتحدث عن التحديات الميدانية في ليبيا هي تفوق قدرات حتى المؤسسات العسكرية النظامية المحترفة في الدول المستقرة ما بالك في دولة مثل ليبيا أن جيش الليبي في سنة 2011 من 19 مارس حتى 20 أكتوبر تعرض لـ 30 ألف غارة جوية استهدفت 9000 هدف عسكري من أقوى ترسانة في العالم التي كانت موجهة لمواجهة حلف وارسو عندما كان يضم روسي اتحاد السوفييت السابق ودول الكتلة الشرقية بالكامل هذه الهجمة التي استمرت حوالي سبعة أشهر أو ثمانية أشهر دمرت كل ما تبقى من بنية تحتية يمكن الاعتماد عليها في بناء مؤسسة عسكرية فليبيا الآن تفتقر إلى مؤسسة عسكرية حقيقية حتى المؤسسة العسكرية الموجودة في الشرق الآن والتي اعتمدها مجلس النواب كجيش ليبي أو القوات المسالحة العربية الليبية هي ليست مؤهلة تأهيل كامل ولم تتلقى دعما كاملا إضافة إلى إلا قرارات مجلس الأمن التي سلبت السيادة من ليبيا في 17 مارس 2011 القرار 1973 الذي وضع ليبيا تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة جعل توريد الأسلحة بشكل قانوني ممنوع ودعم المؤسسة العسكرية والتدريبات الحديثة أيضا ممنوع فالمؤسسة العسكرية لا توجد مؤسسة عسكرية حققية حتى هذه المؤسسة التي تحاول أن تلملم بعضها البعض وأن تجمع أكبر قدر من العسكريين سواء كانوا ضباط أو ضباط الصف أو الجنود المحترفين لا تزال قاصرة عن مواجهة هذه التحديات الأمنية الكبرى إضافة إلى التدخلات الخارجية في سنة 2019 2020 معركة ترابلس لا تحدث عنها ضيفكم قبل قليل توقفت بسنة تدخلات خارجية تركيا أمريكا بريطانيا كل هذه دول المجتمعة هي من عملت فيتو على دخول ترابلس ليس فقط المقاومة المحلية المتمثلة في المجموعات المسلحة التابعة لحكومة اللفاق فأعتقد أن التحديات أكبر من مؤسسة عسكرية حقيقية ما باتك ليبيا تفتقر الآن إلى مؤسسة عسكرية مكتملة في الأركان سلاح نقاب تعقبك الأخير في نهاية نقاشنا اليوم أيضا نتسأل معك عن رؤيتك لهذه المساعية الدولية مؤخرا محاولات التهدي أو أيضا للضغط على الأطراف السياسية تحديدا من قبل باريس وإيطاليا على خلفية اللقاءات التي جرت مع المسؤولين في المجلس الرئاسي العدو في الداخل لا يمكن أن نظر الحل التي يأتينا من الخارج يجب على المجتمع الليبي أن يعي أن مشكله مشاكل داخلية الجميع الذي يمصالح الدول تتعامل مع بعض بناء على مصالحها وما تريده أن يكون فبناء عليه لا نتوقع أن الخير أو الحل يأتي من خارجنا كل دول تبعث المصالحها الليبيين يجب أن يعوا أن مشكلتنا في بنية الدولة في الأساس مفهوم المؤسسات مفهوم الاحتكار العنف مفهوم قدرة الدولة على السيطرة على إدارة رأس المال داخلها الفرار من فخر الاقتصاد الريعي فقار الحكومة ومنع هذا التسيب وهذا الانهيار الكامل للإدارة المالية للدولة التي كما قال ضيفك الفاضل أن الميليشيات هي التي تحكم في الحكومة حكومة البيبال لا تستطيع أن تأمر أي ميليشيا من ميليشيا ترابوس أن تتحرك من مكانها أو تخرج بأمرها إذن الموضوع مرتبط بشكل الدولة وبوعي الناس بأن مشاكلهم يجب أن تحل من الداخل هذا هو بيت القصيد شكرا باعتبار أن مشكلة الرئيسية هي هذه الاقتصاد الرئي وهذه الفوضى التي سببها انهيار مؤسسة الدول الليبي نعم جزيل الشكر لك ضيفي من ألمانيا دولسر دور فسلاح حنقاب كاتب صحة فيه شكرا لك على انضمامك معنا للنقاش وإذن جزيل الشكر لضيفي الآخر من القاهرة الأستاذ حسين مفتاح ناب رئيس تحرير موقع بوابة إفريقيا الأخبارية شكرا لك على كل هذا التفصيل والتوضيح مشاهدين قضية قضايا أخرى نناقشها معكم ولكن يوم غد